السلام عليكم مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة اليوم سنقدم لكم وصفة من الوصفات المبتكرة والتي هي وصفة صيفية بامتياز والتي نتمنى انكم تجربوها بطريقتي وتنال اعجاب ديالكم وعجاب ولداتكم وبالطبيعة الحال البنات اللي اعجبكم في الفيديو لا تنسوش تخليوا ليعلي لايك ديالكم تشجعوني بالتعليقاتكم ومتابع القناة إذا كنتم تزورها لأول مرة ونبدأ الوصفة لنا على بركة الله بطبيعة الحال سنستعملوا فيها المولان او البطيخ اللي يكون حمر او اروج فاول مرحلة البنات كناخد كمية من الزبيب نغسل الهم زيان بالماء ومليحة ونصفيها ونعود نشل الهم زيان من بعد كننطبها في الماء طيب وسنغطي عليها كنخليه كيرتاح الزبيب واحد لعشر ديال دقيق على منوجة باقي المكونات كنكون ترخف وتطلق من بعد كناخد المولان اللي قشرتها من قبل سنقطعها ونزول لذلك الزريعين كتكون فيها في الوسط فهذه الوصفة تصلاح في بعض الأحيان ما نلقوش سويلا او البطيخ كنلقوها مسوس ما نقدروش هكا نناكلوه فبهالطريقة تقدروها تخلو بيشو حاجة زوينة وتتزينو بها كاو تغيرو به الوصفة ديالكم الصيفية بطبيعة الحال فانا بعد ما زولت لها الزريع كناخدها كنقطعها الى مكعبات ونضعها في الكاس ديال الخلاط الكهربائي فبالنسبة لهذا المرحلة البنات لا تتقدرو تخدموا في هذا الكاس كتقدرو تخدموا في هذا الكاس كتقدرو تخدموا في هذا الكاس بسيطة كنفرات انا هنا لديه الخلاط كهربائي وعندي كمية كبيرة من المولون سوف نقوم بسيطة او المولون او المولون في الاول لا نقوم بوضع الماء بالنسبة للماء فانا اصبق له اضخلته مجمد فضرورة الماء يكون لنا مجمد لكي يضعنا عاصر منعش و بارد انا بعد ما طحنته غير بوحدته نضيف زبيب بعد ما صفيته ونضيف او ياغورت في نكهة المشماش فهنا ممكن نضيف نكهة المشماش ممكن نضيف نكهة الخوخ كي يبقى لكم الاختيار وعلى حسب النكهة اللي بغيتوا تحصلوا عليها في العاصر ديالكم سوف نقوم بوضع الكيميات كما قلت لكم وضعت كمية وكانت بزيان العاصر حتى كانت منها البنات اللي جربته تعطينا رأيها في التعليق فانا صراحة سنعجبني اعجب العائلة الحمد لله ونقدموه بارد لجاكم باقي شوية دافيم او لا باقي ما بردش مزيان وقدموه بصحة وراحة نتمنى تجربو الوصفة اليوم ومتنى الإعجاب ديالكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر